بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صناتهم خاشعون الذين هم في صناتهم خاشعون والذين هم عندهم عارقون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أدواجهم أو ما ملكت أيمالهم إلا على أدواجهم إلا على أدواجهم أو ما ملكت أيمالهم فإنهم وغير مؤمنين إلا على أدواجهم فأولئك هم العابون إلا على أدواجهم وعلى أدواجهم امرارون هم الذين هم على صلوات دين يحافرون أولئك هم الوارثون الذين يرتون في الزوتهم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طيب ثم جعلناه نطفة في قوار مكين ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طيب ثم جعلناه نطفة في قوار مكين ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طيب ثم جعلناه نطفة في قوار مكين ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طيب ثم جعلناه نطفة في قوار مكين ثم جعلناه نطفة في قوار مكين فتلا لقرطا فخولا لقرطا فخولا لقرطا عظاما فكثرونا العظاما فخولا لقرطا عظاما لقرطا عظاما لقرطا عظاما لقرطا فتباك الله أحسن الخلقين عظاما لقرطا لقرطا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قارب مكين عظاما لقرطا عظاما لقرطا عظاما لقرطا عظاما لقرطا لقرطا عظاما 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 لقرطا اشتركوا في القناة فكذونا العوام لهم ضمها جهناه وخلقناه فتبارك الله أحسن الهلقين اشتركوا في القناة بعد ذلك لميتون ثم انكم يوم القيامة تتعطون ولقد خلقنا الإنسان من سنالة من طين ثم جعلناه نطفة في قائم مكين ثم خلقنا النطفة لقاطا ثم خلقنا العلقة المضطة ثم خلقنا المضطة ثم خلقنا فكذونا العظام لهم فكذونا العظام لهم ثم خلقنا ثم خلقناه فتبارك الله أحسن الخالقين ثم خلقناه فتبارك الله أحسن 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 موسيقى موسيقى ثم جعلناه نطفا في قرار مكين موسيقى موسيقى ثم خلقنا النطفة عالقة فخلقنا العالقة موسيقى ثم خلقنا النطفة ثم خلقنا المن موسيقى موسيقى ثم خلقنا موسيقى 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 كسامة تبعثون موسيقى 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 شكرا لكم فيها فواكر كثيرة ومنها تأكلون وعلى قد خالقنا لذوقكم كذا طروا اقرأنا كنا للخلق راهلين 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 وصغل للآكلين وإن لكم في الأنعام العظر نسخيكم مما في بطولها ولكم فيها منافع كثيرة ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وشجوة أنت رجوع من فرصين لها سنبت بذن وصغل للآكلين وإن لكم في الأنعام العظر نسخيكم مما في بطولها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وشجوة أنت رجوع من فرصين سنبت بذن وصغل للآكلين وإن لكم في الأنعام العظر نسخيكم مما في بطولها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلي الفلك تحملون ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا شكرا